هذا وقد اعتبرت حركة حماس أن عملية اغتيال لرئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية حدث فارق وخطير ينقل المعركة إلى أبعاد جديدة وسيكون له تدعيات كبيرة على المنطقة بأسرها هذا وتعهدت حركة حماس بالرد على العملية مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال أخطأت التقدير بتوسيعها لدائرة العدوان واغتيال قادة المقاومة في مختلف الساحات وأيضا انتهاك سيادة دول المنطقة وشددت حركة حماس على أن رئيس حكومة الاحتلال بن يمين ناتنياهو يسير بكيان الاحتلال نحو الهاوية ويعجل بنهياره وزواله ترجمة نانسي قنقر